بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي الطلبة عزائي الطلبات طلبة الصف الثالث الاعدادي معكم مستر فرحان عطي من قناة انجليش فورقرة بقبل ايش ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان تابعي جديد والاعجاب بالفيديو مشاركة الفيديو مع الزقائق عشان تستفيد غيرك والتعليق اسفل الفيديو لو بكلمة تم كل ده بيدعم القناة في تقديم المحتوى المجاني المفيد هنشرح النهاردة القواعد بتاعة التلات وحدات آآ تلات عشر اربعاتش خمسة عشر الاسئلة المحاولة الغير مباشر هنا كنا شرحناها قبل كده في الوحدات العشرة الحداشر اتناشر الجملة العادية خالص الخبرية النهاردة الجملة الاستفاهمية نعمل مراجعة كده على الجملة العادية الخبرية طبعا ماضي بسيط كان الكلام فيها ماضي مضارع بسيط يتحول لماضي بسيط طب ماضي بسيط يتحول لماضي تام مضارع تام برضو ماضي تام طب مضارع مستمر ماضي مستمر كان تتحول لكود والتتحول لود طبعا كنا بنشيل الاقواص ونحط بدلها هنا هنشيل الاقواص ونحط بدلها عشان ما فيش اه اه هنا في اه في نوع كويتشن هنشيل الاخوات ونحطو بدلها اف هنا في اه هنشيل الاخوات ونحطو بدلها اداة الاستفهام ماشي? كنا بنقول هناك تاني برضو في الوحدات اللي فاتت المدارع المستمر اللي بيدول على المستقبل طبعا كان بيتحول لماضي مستمر زي مسلا تبقى طبعا دي بتبقى اجابة لي اسئلة معناها السؤال اللي هو معناها هل? هل ده طبعا اللي هو الانجليزية لفعال مساعدة كلها لو بدأت بها الكلام بتبقى معناها الجملة بتبقى معناها هل? زي مسلا دود ودز الماضي منهم دد لو بدأت بهم الكلام بمعناهم هل? ام وزوار ورد منهم لو بدأت بهم الكلام جملة بتبقى معناهم هل? اهم. عندنا مسلا هاف وهاز والماضي منهم هاد برضو لو بدأت بيوم الكلام ببعناهم هل نادا قالت لي هل مونة بتكتب الواجب بتاعها الان? كلام كده مباشر خالص كده على لسان ايه? مونة. طيب انا بعد الوقت اللي باتكلم نادا سألتني اف مونة ده حد كده بين الكلام ثالث اف مونة لو مونة كانت عند ذلك عند ذلك الوقت يعني هنفعش اقول ناو ناو بتتحول لزن طبعا اس بستحول ووز وربطنا باف عشان ما فيش اداة استفهام. ايه اللي تم? تحويل لأسكد. هناك في الجملة العادية ما كناش بنحاول ديات لأسكد. حسف الاقواص والربط بقى? بقى ف. تحويل صغط السؤال الى صغط جملة. بيبدأ بالفعل وبعد كده الفعل. تحويل الزمن من مبادرة مستمر الى طب لو السؤال بدي لو السؤال هنا زي اي فعل اي اه ده تستفهم بنربط بيها. بنحزف الاقواص وبنربط الجملة بيها. ماي برازر اسكد مي. وير ماي بنسل وير ماي بنسل كيس وز. طبعا انا شلت هنا الفعل المساعد. حطيته في النهاية. ليه? حطيته بعد الفاعل يعني. عشان ما ينفعش فائد هنا ما بقتش اداة استفهام. ما بقت اداة وصل. بقت ايه? اداة وصل. تحويل الى اسكد. حسف الاقواص والربط بي وير. تحويل سيخط السؤال سيخط جملة وزلك بتقديم الفعل على الفعل المساعد. اه. اللي احنا لسه قيلين. وير هنا او اداة الاستفهام هنا ما بتبقاش اداة استفهام سؤال يعني بتبقى اه اداة وصلة. تحويل الضمير يو طبعا الى ماي. وتحويل الزمن من مضارع بسيط الى ماضي بسيط. اه زمن مضارع التام من مبنى المجهول. طبعا زي ما احنا عارفين المضارع التام. اه ناخد بس فكرة عنه كده المراجع عنه انه هو حاجة حصلت في الماضي والي هو اثر في الوقت اللي احنا لسه عايشين فيه في الحاضر. طب مع المبنى المجهول هي بتتكون طبعا كانت في المعلوم. كانت بتتكون من هاف او هاز. زي التصريف التالت من الفعل. هنا هنحط هاف و هاز برضو بس هنا هنحط طبعا قبل التصريف التالت من الفعل كلمة بين. الطعام جهزة طبعا ممكن ما اجيبش باي ماي سيستر عشان كده حاطيتها بين اقواص. يعني كده الكلام لحد ايه? غايب. مجهول. من اللي جهز وحد مش انا اللي انا بتكلم. حد مجهول. في النفي بقى طبعا هاف او هاز بتاخد نطة. سؤال نفس الكلام. بنبدأ بعد اداة الاستفان بنحط الفعل مساعدة بعد كده الفاعل او 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 وبعد كده بين بعد كده باقي الجمع. المفعول طيب عندنا بعد كده قاعدة اه اف the second conditional with wood. if i went to luxor. طبعا دي بتدل على استعحالة ان الحاجة دي تحصل. المواقف اللي امكن ان تحدث او مستحالة الحدوث. تمني يعني للتمني. القاعدة التانية دي بتدل على التمني. اه لو انا ذهبت الى luxor. i would visit the temple. انا ربما ازور المعبد. we can use might instead of wood. ممكن نستخدم مت مسلا او كود بدل يعني اي حاجة من التلاتة هنكتبها هتبقى صح. بس يكون الزمن هنا في البست سيمبل بعد ايه? طيب عندنا برضو هنا اه language functions. حد بس هنا يقول لي مسلا ممكن في حاجة تحصل معكو لابس هنا بقول هنا. يعني مسلا ايه? هو عنده قادرة بس هو برضو حاجة غير مستحيل يعني مسلا ايه. لو انا ذهبت الى الشاطئ. احنا كان ممكن عندنا المقدرة ان احنا ايه? نذهب للعوم. مش عندك المقدرة يبقى ان الكلام اختلف هنا ان ده حاجة مستحيلة لا بقت حاجة هي مقدرة عندك ان انت تعملها لا. هي في البداية خلاص في المبدأ خالص من البداية خالص ان ان ده شيء مستحيل ان هو يروح الشاطئ لان هو مسلا معهوش فلوس او مش متوافر معه في الوقت ده وقت ان هو يروح الشاطئ. طيب عندنا اه في طبعا في النافية طبعا بنحط في بنحط ربما لا. طيب وكود بتبقى بتاخد نوت طبعا كود انت. او كود نوت. تفيد عدم القدرة او استحالة فعل شيء. عندنا برضو هنا الوظائف اللغوية. السؤال بتورية مهزبة. كود يو بليز اكسبلين بليز اكسبلين بليز اكسبلين تو مي واي بعد كده الجملة. عفون. كود يو بليز اكسبلين why it is it is freezing on top of mountains. I wonder if you could tell me. طبعا انا ده استفهم. انا بتساءل لو يمكنني ان اه لو يمكن ان تخبرني. I would like to know if بعد كده الجملة كاملة. do you think we could? بعد كده بقية الجملة. كلام عادي مترجم هنا مفيش اي مشاكل. طيب طلع بالرأي. asking for opinions. what do you think? ما رأيك فيه? if I visit I visit the what is your opinion of? ما رأيك فيه? how do you feel about? do you agree? كل دي. طريقة عرض رأي. طب لو هتوافق اكسبرينسنج اه اجريمينت. لو هتوافق على على الكلام دوت هتقول I couldn't agree with you more. اهو هنا هتقول I'm afraid I totally disagree. مش موافق بالكلية. that's exactly how I feel. I feel completely the opposite. you have a point there. I don't like it at all. انا لا احبه على الاطلاق. التشجيع people to continue speaking. تشجيع شخص على انه استمر في الكلام. great عظيم. what else do does it say? really go on. go on يعني استمر. fantastic. tell me more. then what happened? what happened after that? ان شاء الله بنحل تدريبات على التلاتة وحدات على تلاتاشر وبعتاشر خمستاشر في الفيديوهات القادمة. متنسوش بقى تدعمونا في الاستمرار بان انتو تعملوا اعجاب ومشاركة الفيديو مع الزقاق على الشيطات غيرك. والتعليق اسفل الفيديو والاشتراك في القناة تفعيل الجرز. ولدنا بيدعم القناة في انها تستمر في تقديم المحتوى المجاني المفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.